أصحاب الوجوه المشرقة دايما منورين وقدروا يحققوا ست ميداليات غالية بالنسبة لمصر في هذه المشاركة الأولمبية دايما فقورين بيهم كنا نأمل في المزيد قال من أدرش نقول على أي بلد مهما كانت إن هي لو ما حقق قد إيه ميداليات ذهب إن هي مش بتخطط إن هي تكون بتحقق رقم أفضل في الدورة اللي بعدها إحنا قدرنا نحقق ده أو كنا بنأمل عدد الميداليات الذهب والفضل يكون هو اللي بيزيد عن الميداليات البرونزية أكيد لو حد عايش بدون طموحات وبدون إن هو يكون بيحقق حاجات بمثابة مفاجأة يبقى هو كده إنسان بلا أهداف أو بلا طموح فبالتالي ما تستناش منه حاجة فإحنا نكون مبسوطين آه من حقنا نتبسط ونحتفل ولكن كمان من حقنا إن إحنا نكون عايزين نحقق الأفضل ده اللي إحنا يعني نبني عليه ونبقى بصين للأولمبيات الجاية ونبصين لكل البطلات الدولية إن هي هتكون استعداد قوي جدا جدا مش بس الأربعة وعشرين لتمانية وعشرين دايما نكون منبص وبنخطط على المدى الطويل زي ما إحنا بنبص دايما برضو على المدى القصير مبروك لكل أبطالة هارد لك لكل اللعبين اللي مادروش يكونوا بيحققوا ميداليات وكمان اللعبين اللي مادروش إن هما يكونوا بيعملوا على قل السقف الطموحات بتاعهم كل حد بيروح أي بطولة دولية مش الكل بيكون مخطط لحظ ميدالية أو إن هو هيكون بيوصل للأدوار النهائية مش منطقي لو كلمنا عن كل دولة فيها كم حد طالع من البعثة أكيد في ناس خسرانة وأكيد مش كل الناس قدرت تحقق ميداليات بالمنطق يعني هما في الآخر كم ميدالية هيكون بيتم توزيعهم ووسط كام عدد أعضاء كل البعثات من دول العالم فإن إحنا يكون عندنا الوعي الكافي والدراية الكافية بمفهوم الرياضة إن لازم يكون في حد كسبان ولازم يكون في حد خسران وإن النسخة اللي بعدها الكسبان ده ممكن ما يتوفقش وعكسه الخسران ده ممكن يكون اجتهد واشتغل على نفسه واستفاد من الخسارة لقبل كده وقدر يبني عليها نجاح نبتدي كده نستوعب شوية إنه الهد والكلام السلبي مش هو اللي هيجيب نتيجة إيجابية في المطشاط اللي جاية أو في البطولات اللي جاية بالعكس إن انت تكون بتوقف على أرض الواقع بتنتقد بشكل بناء بتشتغل على الكريتيريا أو تحط نهجة هتكون بتمشي عليه علشان تحقق نتائج إيجابية عندنا ست نتائج إيجابية بست ميداليات مستحقة لمصر إن شاء الله باريس نكون شايفين تيها عدد أكبر من اللعبين قادرين يوصلوا للمنافسة على الميداليات الدهب الأولمبية بنشكر كل اللعبين بنشكر كل الاتحادات اللي اجتهدت وكانت عاملة خطة محترمة للعابتها بنشكر أكيد وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية كل المؤسسات في الدولة اللي كانت بتكتهد وبذلت مجهود وصرفت فلوس كانت في محلها على لعابين يستحقوا الاحترام ممكن الفلوس بالنسبة لبعض المتابعين تكون هو مش فاهم إيه اللي اتحقق بيها لأنه مش شايف عدد الميداليات كبير بالنسبة له ولكن مش دايما المكاسب بتكون ميداليات فيه تخطيط فيه لعابة صغيرة في السن عددهم كبير كانوا ضمن أعضاء بعثتنا الوطنية دول اللي احنا بصين عليهم علشان يكونوا بعد كده قادرين يحققوا حاجات والحقيقة برضو لازم ننوه أن فيه عدد كبير من الأبطال المصريين اللي ما حققوش ميداليات ولكن حققوا إنجازات تاريخية بالنسبة لمصر عمر عصر في تنس الطاولة حقق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور متقدم عندنا في السلاح أيضا أفطال مصريين حققوا إنجازات تاريخية بالنسبة لنا بنتكلم على البالي المائي اللعبات بتوعنا شوفناهم بيحتفلوا إزاي وصلنا للمرتبة التمنى ده إنجاز بكل المقييس لأنه مش متعودين على دولة عربية إفريقية أنها تكون بتوصل للمكانة دي حدثوا لحرج عن عدد اللعبين اللي قدروا يكسروا بعض الحواجز ما بيننا وما بين الدول الأوروبية في المشاركات الأولمبية وقدروا يعملوا حاجة ملموسة على أرض الواقع بالنسبة للناس اللي عندها تاريخ وكبرة في صناعة الرياضة اللي باصص بس على ميداليات ممكن ما يكونش واصل الانبساط الكبير من الانتصارات اللي احنا محققينها ولكن بشكل عام بنشكر الكل ومستنين نقابة عند دي مستنين المزيد ومستنين تخطيط على مدى طويل نشوف من خلاله جني ثمار اجتهاد أكبر من لعبتنا بيتم تتويجه بالميداليات بإذن الله اشتركوا في القناة